اشتركوا في القناة تنهى الشوط الأول من اللقاء متقدما بفارق هدفين وبواقع 14 هدفا مقابل 12 وقدم أبطال كرة اليد البحرينية عرضا قويا وروحا حماسية عالية طوال فترات المباراة استحقوا عليها احترام وتقدير الجميع رغم الخسارة في نهاية المطاف وضمن منافسات اليوم الأخير من مسابقة ألعاب القوى في دورة الألعاب الأسوية التاسعة عشر أحرزت العداءة البحرينية يونيسي تشومبا ذهبية سباق الماراثون بعد أن أنهت السباق في المركز الأول في زمن بلغ ساعتين و 26 دقيقة و 14 ثانية متفوقة بفارق مريح بلغ نحو دقيقتين عن الصينية ديشون جانج صاحبة الفضية وبهذه النتائج قفزت مملكة البحرين إلى المركز الثامن على الترتيب العام للدورة محافظة على صدارة الدول العربية بسبع عشرة ميدالية ملونة منها عشر ذهبيات فضيتين وخمس برونزيات معادلة بذلك الرقم القياسي للميدالية الذهبية والتي سجلتها في أسياد جاكرتا الأخيرة تعزيزا للعلاقات الراصخة والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين أعلن رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد الخليفة دعم مملكة البحرين الكامل لملف استضافة المملكة العربية السعودية لنهائية كأس العالم 2034 وتعى رئيس الاتحادات الشقيقة والصديقة للتوحد خلف الملف السعودي لاستضافة المنديال العالمي مشيرا إلى أن هذا الدعم سيعطي الفرصة للمملكة العربية السعودية الشقيقة لإثبات التطور الكبير والنقلة النوعية التي أحدثتها كرة القدم السعودية على المستويين الآسيوية والدولية في ظل تواجدها المتكرر في المحفل العالمي الكبير كأس العالم خلال خمس مناسبات كأحدى العلامات المضيئة في مكتسبات كرة القدم الآسيوية حقق ممثل كرة السلة البحرينية فريق المحرق الأول فوزا مستحقا على نظيره فريق خدمات البريج الفلسطيني بمائة وعشر نقاط مقابل ست وثمانين نقطة وذلك خلال المواجهة الثانية لحساب المجموعة الأولى التي جمعت الفريقين على صالة نادي الريان وذلك ضمن منفسة الدوري التمهيدي لبطولة الأندية العربية الخمسة والثلاثين والمقامة في دولة قطر بهذه النتيجة رفع فريق المحرق رصيده إلى ثلاث نقاط معاوضا خسرته في الجولة الافتتاحية أمام نظيره الكويت الكويتي قبل لقاه الأخير في المجموعة يوم غد الجمعة أمام نظيره قطر القطرية اشتركوا في القناة